الحمد لله يحب المحسنين من عباده ويداعب له أجره وصوابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كان أنطع الخلق للخلق فاكتدى به أهد الخير والصدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الإحقاق الحق أما بعد فتقوا الله يا عباد الله فالذين اتقوا إن دربهم جناتهم تجري من تهتها الأنهار فالدين فيها وأزواج متحرة ورجوان من الله والله بصير من عباد وأعلموا أيها الناس أن نعم الله علينا لا تحسى وآلاءه لا تعد ولا تستقسى ولا تستقسى فذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال عيدا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أطلبت بين قلوبهم ولكن الله أطلب بينهم إنه عزيز حكيم إنها عباد الله فأولئك هم المفلحون نعم فالشق نابع من الأنانية بل هو صفة هنا في الدعوة الإسلام إلى مد يد الخير إلى الغير ذلك أن فئل الخير وكف الشر صفة من صفات المؤمنين وخصلة من حسال المتقين بل هو سبيل الفوز والفرح يقول رب العالمين وهو أصدق القائلين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَدُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ففِئِذُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ قُرْبَةٌ يُتَقَرَّبُ إِلِهَا إِلَى الرَّبِّ الْأَمْ أَبُودِ شريطة أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم يقول تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بسدفة أو معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مردات الله فسوف نُخِيه أجرًا عظيمًا إنما الديد العوني للعالمين سجية من سجايا النبيين وجعلناهم أئمةً يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فينا الخيرات وإقام السك وإقام السلاة وإيتاء الذكاة وكانوا لنا عابدين فحظى موسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذرودان قال ما خطبكما قال تالا نسقي حتى يسقل الرها هو عبونا شيخٌ كبير فسقاله ما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني بما أنزلت إلي بالخير الفقير معاشر المسلمين خير الناس أنقعهم للناس ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله أنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إن أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأمال إلى الله أزوجل لا صرور تدخله على مسلم أو تكشغ عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تبرد عنه جوعا ولأن أمشي ماء في المسلم في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شعرا ومن كفر غلبه سترى الله أوركه ومن كذن ضيبا ولو شاء الله أن ينبيه أمضا ملع الله قلبه ردن يوم القيامة وتبصنك في وجه أخيك صدق كل يوم تبلغ فيه شمك تعدد بين الإسنين صدق تعين الرجل في دابته فتعمله عليها أو ترفع له متاعه صدق والكلمة الطيبة صدق وكل خطوة تمشيها إلى السلاة صدق وتليد العذاة للتريك صدق هكذا ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهكذا على المسلم أن يتخلف بها ليكون من الذين قال الله فيهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها صادقون إخوة الإيبان يقول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم عجرا واستغفر الله إن الله ظفر رحيم والله تعالى إنه خزائن الخير يصيب على الخير الفليل العجر العظيم وتوبى لعبد جعلك الله متكاء للخير إغلاقا للشر وفي العسر أن صناع المعروف تكي مسار الصوب لذلك ففاعل الخير وسانع المعروف لا يقذيك الله أبدا فرسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه الصلاة في غار إراء رجع إلى أهله قزعا فقالت له خديجة رضي الله أنها والله لا يقذيك الله أبدا إنك لتصد الرحيم وتأمل الكل وتترى الناف وتكسب المعذوم وتعين على نواعب الدهر بل إن فائل الخير لا يدرك بعمله درجة السائم القاعد فعن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا سائم ومنا المفتر فنذلنا منزلا في يوم عار فسقط السائمون وقام المفترون فدربوا الأغنيتا وسقه وسقه الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعب المفترون اليوم بالعجر إن مدى اليد العوني وتكبيب الخير بالغير يتأكد في زماننا هذا أكثر من أي زمن مضى حيث مسالح الخلق متشابكة وقضاء هوائد موقوف على جهات من شعلها القيام على خدمة الناس فما أجمل أن يتذكر أولئك العابدون في جهات مقدمية يرتادها الناس أن خدمة العباد في تقليص معاملاتهم وتيسير عمورهم وتسهيل إجراءاتهم من أجل الطاعات وأعظم القربات التي يناد بها العبد أعلى الدرجات كيف لا وخير الخلق أنصوهم للخلق فاتقوا الله عباد الله وقوموا بالحق إخوانه وعلى الخير آوانه إن الأمل مع الفرق تتوعي ومن يسعى لتقديم الخير إلى الغير جهر لا يتجذبه من أقيدة الإسم مسلم كيف لا والخلق لياد الله وأعبو الخلق إلى الله ألقوهم لإيانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أقاق فليفعل فطوبى لعبد آتاه الله مالا فكفل به يتيما أو زوج به شابا أعظم أو قضى به دينع غريم أو أآن محتاجا أو بنى به مدرسة أو مركزا علميا أو مكتبة عامرة ضوبى لمن آتاه الله مالا فأيشأ به مشروعا ضخمة دم فيه عددا من أبناء المجتمع البادسين عن أمل ففكرهم وأعفهم عن السؤال أو أيشأ معهدا تدريبيا يدرس فيه أبناء المجتمع قلون العلم الحديث فيا أصحاب الأموال هذا هو أجزكم من المال يقول ابن آدم مالي مالي وأنك يبن آدم من مالك إلا ما أكلت فأقنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فظاهب عنه وتارقه للناس ويا من آتاه الله علما في أمر من أمور الدين أو الدنيا هل تعلم أن من أجلب عبادات التي يتعدى نفوها إلى الآخرين تعلم الناس الخير فالله وملائكته وأهد السماوات والأرض يسدون على معلم الناس الخير فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى ولتعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد الإقاف هذا وصلوا وسلموا ألا إمام المرسلين وقاعد غر المهجلين فقد أمركم الله تعالى بالسلاة والسلاة عليه في محكم كتابه حيث قال أزقائد عليمة إن الله وملائكته يسدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صد أليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عب على محمد وعلى آل محمد كما سليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مزيد وارد اللهم أن الخلفاء الراشدين وأن أزواجه أمآت المبينين وأن سائر السحابة أجمعين وأن المبينين والمبينات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك وَاكْتُبِ السَّلَامَ وَالْأَمْنَ بِعِبَادِكَ أَجْمَعِي اللهم يا أيها خيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بِكَ نَسْتَجِيرُ وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَجِيسُ أَلَّا تَكْلْنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرَفَةَ عَيْنٍ وَلَا عَدْنَا بِلْذَٰلِكَ وَلَا أَكْسَرُ وَأَسْلِحْ لَنَا شَعْنَا قُلْ لَهُ يَا مُسْلِحَا شَعْنَ الْسَالِحِينَ اللهم رَبَّنَا إِذَا أَوْطَانَنَا وَائِذَا سُلْطَانَنَا وَأَيِّذُهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّذُ بِالْحَقِّ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم أَسْلِحْلِ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَأَيِّذُهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ وَسَدِّدْهُ بِتَوْحِيْكَ وَأَفَسُ بِعَيْدِ رِعَيَتِكَ اللهم أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَا وَأَفْرِجْ لَنَا بِمْ خَيْرَاتِ الْأَرْضِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ وَبَارِكْتَنَا بِي سِمَارِنَا وَزْرُّوْحِنَا وَقُلْ لِأَرْضَاتِنَا يَا ظَلْ جَلَالُ وَجِرَامُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَإِنَا عَبَابَ الْنَّارِ اللهم احفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سبيء قريب مجين اللهم جنب وطننا لفتن ما بحر منها وما بطن اللهم احفر جنود الوطننا وسبت أقدامهم وسجد رميهم وامصرهم على آجائك وآجائنا يا رب العالمين اللهم إِنَّا نَسْتَوْدِئُكَ جُنُودَنَا بَرًّا وَبَأَرًا وَجَوًّا فَاحَفِصٌّ يَا مَنْ لَا تُبِئَ الْوَدَاعِهِ اللهم أَجِّلْ لنا الفرحا وَأَرْحِنَا يَا رَبَّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ لِمَّنْ خَرَّبُوهَا وَأَذَلُّوا أَهْلَهَا اللهم من أراد بلادنا بسوءٍ اللهم فأشكله بنفسه وَجَأَلْ كَيْدَهُ فِي نَعَرِهِ وَاخْفِنَا بِنْهُ بِمَا شِئِكَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم اَحْفِذْ لِلَادَنَا وَجِلَادَ الْمُسْلِمِينَ من شر الأشرار وَكَيْدِ الْحُجَّار وَشَرْ تَوَارِفَ اللَّيْنِ وَالْنَعَارِ اللهم اَحْفِذْ وَطَنَنَا بِنَا الْآَدَاءِ بِكُلِّ وَكْتٍ وَحِينٍ وَرَدَّهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهُمْ وَلَا تَجْأَلْهُمَّ الْسُورِينَ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم اَجْأَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمْنًا آمِنًا مُطْمَئِنًا وَسَائِرَ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ اللهم اَحْفِذْ نَجِيرِيَا وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَجْأَلْ قَيْدَ الْكَائِدِينَ لِنَاجِيرِيَا وَأَهْلَهَا السُّوءُ فِي بَقُورِهِمْ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللهم اَحْفَذْ الْمُسْلِمِينَ فِي نَاجِيرِيَا وَهَكِمْ دِمَاءَهُمْ وَآمَانَهُمْ وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم اَحْفِنَا شَرَّ الْحَسَدَ الْحَاسِدِينَ اللهم اَحْفِنَا شَرَّ الْفِتَنِ وَسَلُوا اللَّهَا أَنْ يُجَنِّبَ نَاجِيرِيَا وَأَهْلَهَا مَكْرَ الْمُجْرِبِينَ وَعَبَسَ الْمُسِدِينَ وَأَنْ يَسْلِمَ أَهْلَنَا جَمِيعًا مِنْ كُلِّ شَرٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم آمِنَّا فِي أَوْضَانِنا وَعَجِبْ نِعْمَةَ الْأَمْنِ وَالْأَمَانِ فِي بِلَادِنا وَبِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم اَحْفِنَا شَرَّ الْحَسَدِ الْحَاسِدِينَ اللهم اَحْفِنَا شَرَّ الْحَسَدَ الْحَاسِدِينَ وَخْفِنَا شَرَّ الْفِتَنْ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللَّهُمَّ حُسْنَا جَيْرِيَ بِالْكُلِّ مَقْرُوحٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم اتجب دعاءنا برحمتك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَلَا تَرُدُّنَا قَائِبِينَ وَلَا تَرُدُّنَا عَلَى بَابِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَإِنَا عَبَابَ النَّارِ وَسَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَشَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر